نبدأ نخش اخي فقرة عندنا وهي انت مين؟ اسمك ايه؟ تاكل ايه؟ هويتك ايه؟ عيلتك مين؟ عرفنا عن اسرتك انا بدر راجب السيد انا احس ان انت وقعت مني فوق كده كويس لا فاق والله طيب ماشي انا بس بتأثر بالحديد الواسل اللي انت جايبها لدي كابتن مصطفى لان انا بعيد عن الكسة دي بقى لكتير انا عارف فما بسمع حد بيكلم عليك وبيقول كلام كويس فيك فانا مش واخد او مش فتوقع قول ربنا يديم عليك الحمد لله ربنا يديم عليك نعم الحمد لله انا بالنسبة لي يا كابتن مصطفى انا اسمي بدر راجب السيد علي ايه؟ من موليد شوبرا البلد متزوج عندي اربع اولاد ما شاء الله احمد وقاية وعمر وعلي يوم حد هطلع بعض الراجب كان عندي احمد حارس مرما لعب متخص هيب it اه بس تلع له ممطو طويل طويل اه ممطو طويل اه فتطلع طويل فبقى حارس مرما وآه هو دلوقتي كان شغال مدرب كان شغال معايا في الامارات اه اشتغل في النادي الجزيرة الاماراتي وشتغل في النادي الواحد الاماراتي ونزل دلوقتي اشتغل في فيوشتر فيشتر فيوشتر أه الباقي طبعاً بيتعلمه هي خلص التعليم وعمر وفضل لي علي الصغير في سنوية عام باستنين إن شاء الله ربنا نجاحه متزوج من نادرة مصطفى دي الزواجة ربنا خد عايش إزاي برا؟ أنا بسيط قوي كابت المصطفى جداً حياتي هي هي اللي كنت عايشة في مصر من البيت للنادي ومن النادي للبيت منت بيتي يعني بيتي عائلي لأ بخرج بخرج بس يعني ما بخرجش كتير ما برفش كتير أنت يعني عايشة مرتبط بعادات متقوقع ممكن نعود مع زميلي بتاع النادي زميلي البيت النادي الزميلي البيت إنه معظم وقتك في التدريب آه في التدريب حياتي كلها كرة كابت المصطفى أنا أنا ما بسيبش الورقة والألم لغاية دلوقتي بعد ما بتخلص تدريب بتاعك إيه هويتك بتعمل إيه أسمع ورده تسمع وردة آه فاكر أنت رحت أنت الوردة ومخدرش معاك وزعلت منك فاكر ده فاكر طبعا فاكر زعلت جدا أحطك في الصورة أو النبي مين من أصحابك هناك اللي أنت يخدهم أنتيم وعايش وعلى طول معاه هناك في الإمارات ليه أصحاب كتير بقى إماراتيين ومصريين بس أنا كلهم كلهم بنتبال أنتيم لأنه كنا بنقعد مع بعض بعد التدريب المدربين زميلي يعني منخلص تدريب كل واحد يروح يأكل ويرجع تاني نتقابل نقعد كلنا مع بعض نتكلم ورد أكله أه تحب الأكل لا أنا تبع البطاطس العسل والطحينة الفسيخ طبعا ده مش أكل ده أكل بسيط إيه أكلتك المفضلة اللي أنت بتحبها اللي بتطلبها وبتتعمل لك البطاطس المحمرة بطاطس المحمرة أه بس بس كده بس ما فيش بروتينات لا لا مش منهوات المحوم ولا السمك سيفود سمك خالص مش منهوات الحاجات دي أنا تبع الجبنة الجبنة ببيض العسل والطحينة الفسيخ بطاطس تتكلمني على شعب الإمارات وتعاملك معهم إزاي بنتعامل مع إخواننا مصريين تاني في الإمارات إخوان بتعامل مع إخواتك إخواتك المصريين بتحس إن أنت أنت منهم وهم منك هم قد إيه عارفين عارفين إمتك إمتك وإنت عارف قد إيه قد إمتهم عندهم تبادل يعني ناس محترمين جدا أنا كابت بيحبوا المصريين بيعشاؤوا مصري وإحنا والله العظيم بيحبوهم وإحنا بنعشاؤهم ودمنا فداهم دمنا كمصريين في دا دولة الإمارات الشقيقة مش عشان أنا فيها لا 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 ملايش دعوة لا منقامش زايد رحمة الله عليه أي مصري أي مصري في الإمارات بيعشاء دولة الإمارات دولة متحدرة متقدمة ناس مثقفين ناس بيحبونا أنت بتعامل مع الناس بتحبها كبت من الآخر يعني فأنت لازم تحبوه قلتلي أنت مالكش في الفيسبوك ولا السوشيال ميديا ولا الكلام دا آه ماليش مالكش فيها آه وبحبوهش بتحبوهش بخشة بص كده وما بعلقش يعني مش من هواتي إن أنا علق أنت قلتلي بتحب وردة قوي إيه الأغنية اللي أنت بتحبها الوردة اللي بتما بتسمحها بتفتكر اللي قاعدة هنا في مصر وفي النيل والأهرامات والكلام الحلو دا أنا بحب وردة بكل أغنية يعني معنداش حلواش لكن في أغنية اسمها أنا عايزة معجزة مين دا اللي ياخدني منك ولا يبعدني عنك دي بتوجعني بتوجعك بحس إن أنا برى مصر هي دي اللي مين دا اللي ياخدني منك ولا يبعدني عنك مين هو مين مين بس مين طيب دي أغنية بتحسسك بالغربة الأغنية بقى اللي بتحسسك بحنين مصري هنا اللي أنت بكنت تسمحها مع أصدقائك على القهوة مع مراتك ونتو لسه مخطوبين مش مش لواردة مالي مين لشرين شرين مشربتش منالها ما هديه مشربتش منالها دي اللي بتفكرك بمصر اه بتعذبني مش بتفكرني لا والله اه بتعذبني ممكن تخليني قاعد في موت تاني خالص ما بسمعش واردة وحشتوني وحشتوني يا سلامة يا قبط المصطفى وحشتوني طبعا اه دي بالنسبة وانت راجع بقى من الغربة والحاجات دي انا قعد مع نظار أباني واردة ممكن تخليك شاعر اكيد اكيد الله يرحمها طيب اه 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 الاغنية اللي انت بتسمحها بتحس بقى انك مع اصحابك اللي هم الانتين بتوعك اللي موجودين في مصر هنا والله اشتقنا يا زمان والله برضو واردة 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 انا واردة معك مين اول ناس بتستقبلك اول بتنزل مصر من اصحابك او بتتقابلوا على طول محمد رمضان محمد رمضان وعلى عب صادق وعلى عب صادق وعلى عب صادق وعلى عب صادق اللي علاقة بيهم ده اربعة دول الاربعة اه بتقضي معهم الاجازة بقى بقى بقضي معهم اه تفرج الأفلام ابيض واسود اه طبعا مين الفنانين الكبار اللي كانوا بيستعدوك ويخلوك توقع تتحك انا بالنسبالي عفتاحه القصور اذا كان عالمي اه من براني لأ كان تلقائي يعني سيد زيان يا سلام الناس التلقائية مش الناس اللي بتقعد تخطب في يعني يقعدوا يكلموا عشان يحضر اللي قد فيه وهو يخش ما بيعجبونيش لكن الناس دي سامير غانم كان برضو عفوي طب انت قلت الفنان العظيم الراحل اللي عم فتاح القصري ايه جملة من الجمل اللي هو قالها وربطة بزهنك لحد هزي اللحظة ولو اتفرجت على الفيلم ده ستمائة مرة هتقعد تتك يا صفايح الزبدة السايحة اقولها كده بطريقته كده يا صفايح الزبدة السايحة احنا معنا تلات تقارير للسيدة زوجتك ربنا خليكم البعض كده وكفيكم شر العين امين يا رب وتقارير تاني خليسمع لأول زوجتك هتقولها ايه هي تقولك في التارير وانت هتبعت وانا هقولها يعني وانت هتقولها لسه ستبني البداية كانت من عنده اختي انا ما شفتش بدر قبل كده ومعرفوش بس هم كانوا سكنين في البيت اللي كانت اختي سكنة فيه بس فمرة رايحة عندها فهو شافني فسبحان الله حصل النصيب كلمني وكلمته سبحان الله من اول ما شافني وهو قال لي انا اول ما شفتها سبحان الله قلت هي دي بالنسبة لي انا قلت اقلت خايف عشان ما كنتش اصلا بحب الكورة ولا كنت بشجع كورة ولا بس ما خدت طبعا يعني وما شفت بدره وكلمت معاه وكلهم مبسوطين منه قالوا لا ده كويس وكلهم شكروا فيه فعشان نصيب بقى سبحان الله بعد كده وخلص الواحد اهتم بقى الاول برضو المسؤولة عن البيت وكل حاجة والولاد يعني في الاول احنا اتنين بس بعد كده بقى بقى اتلاتة بقى اربعة بقى اخمسة هو بيحب الضحك جدا وطيب جدا حتى زميله كلهم يقول لك على طول مواقف ضحك ومقالب بدر يعني من نوع اللي بيحب التهريج والهزار والمقالب يعملها في زميله الكلام هي كل الحوالية وعائلتي كلهم بيحبوه عشان هو الفاكهة بتاعتنا يعتبر ببقى فخورة بيه جدا طبعا عشان هو بدر اصلا يعني تعب يعني من اول ما دخل مجال الكورة وهو بيتعب وبذيبز المجهود في شغله وتعرض لمواقف كتير يعني يتظلم فحسيت ان ربنا عوضه يعني جينا في الاخر المدرب ومشاء الله يعني من نجاح لنجاح الحمد لله فحسيت ان ربنا عوضه كتير عن الاول مش هارف يقول ايه في صراح يعني الواحد مهما يقول بدر الحمد لله يعني يعني كويس معنا وبر بأهله يعني دلوقتي بيحاول يعوضنا عن فترة ما كان اللاعب ما كانش بيبقى بيقعد معنا أغلب الوقت دلوقتي الحمد لله أغلب الوقت بيقعد معنا بنخرج مع بعض يعني بيحاول يعوضنا شوية من اللي فات من حياتنا والحمد لله ربنا خله لنا يا رب وربنا وفقه من نجاح لنجاح يا رب هتقول لها ايه الست اللي شافت الغلب معك اعوالله ديها كابتا من صفح امي انت بص لا بعت لها رسالة انت بص على الكامير اعوالله انت امي بعد امي انت رفقة الكفاح والضرب طول السنين اللي باتت دي ربنا رزقني بيك لان انا ما اعتقدش ان كان في حد في الدنيا ممكن يستحملني نظرة ظلوف شغلي وكده فانا محظوظ من الناس المحظوظة ان انا قابلتك وان كنت شريكة حياتي بتمنالك التوفيق وانا عرفت ان انت بتحبيني وكدش عرف لو انت هتبعت لها اغنية الوقت هتبعت لها اغنية مين تقولها فيها ايه وانت بطس للكاميرا لو هبعت لها اغنية لازم اغنية اغنية من بتاعت وردة برضو اللي انت عايزه هبعت لها هقولها اغنية ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيمل حياتي هانا قد ايه فانت بالنسبالي الهنا كله والطيبة والاصل والحب يعني انا اتعلمت منك كتير رغب ان انا ميكوش باعد معك كتير دلوقتي باعد كتير خدت صفات منك الهدوء والطيبة والعقل يمكن انا كنت ساعات بتعصب لحد ما هديت بعد ما عادت في البيت ربنا يخليكم بعض ويفيكم شر العين وشر الحسد ربنا يخليك معانا الوقت يا عمر ابنك عاوز يقولك حاجة برضو كده ما بيختلفوش ولا جوا الملعب ولا جوا البيت ما فيش اختلاف نهائيا عشان والدي يعني حتى في شغله محبوب من جميع الناس حتى من اللعيبة وده يمكن موجود دلوقتي احنا بنشوفه في السوشيال ميديا اللعيبة اللي تطع تتكلم على الكابتن بدري يعني كان ايه دورهم في مشوارهم الرياضي فوالدي نفس الكلام معانا في البيت اللي هو هو معلم لنا زي ما بيدرب كورة هو بيعلمنا في البيت ومأهلنا على اعلى مستوى يعني النادي الاهلي انا تربيت في النادي الاهلي انا يعني كنت بروح مع والدي اكتير ان انا شوفه بمرن للعيبة اسزاي كنت بروح معاه طول النادي فالنادي الأهلي ده بيت العيلة بتاعنا اللي احنا تربنا فيه كلنا مش يعني يمكن والدي من قبلية من أول ما أنا جيت الدنيا أنا عارف يعني ايه النادي الأهلي عارف يعني ايه تشجيع عارف يعني ايه مكسب خسارة يعني احنا محمد الله الخسارة دي ما بن نادرا جدا لما بتكون موجودة احنا بتعودين على المكسب بس فالنادي الأهلي ده بيت كبير لنا كلنا مش بس اللي الكافتين بدل اللي كنت شايفه انه هو قريب من بابايا لأيام ما كان بيلعب هشام محمد هو بيلعب في بيرامدس تقريبا كان بيلعب في النادي الأهلي ورح بيرامدس كنت شايف أنه هو قريب جدا مع فرق طبعا الجيل تماما بس كنت شايف أنه شام محمد فيه من لمساته ومن لعبه ومن فكره في الملعب كنت شايف أنه ممكن يكون زي بدر رجل الكابتن بدر إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو أب وصاحب وأخ وكل حاجة لنا في الدنيا هو بالنسبة لي هو مسألة أعلى في حياتي في كل حاجة أنا بتمنى أن أنا أوصل لها كل طموح لي في حياتي أو هدف نفسه وصله اكتسبته عن طريق والدي أو شفته هو بيواجه إيه في حياته أو عايز يوصل لإيه والحمد لله ربنا كرم ووصل حاجة اللي هو عاوزها وإن شاء الله ربنا يحقق له كل حاجة هو بيتمناها ويوصل للمكان اللي هو حابه وحابب يكون موجود فيه أحب أقوله شكراً لك جداً على كل حاجة قدمتها لنا في حياتنا وإن أنت بجد شخص تستاهل كل خير أب بمعنى الكلمة بشكرك جداً على كل حاجة قدمتها لنا وكل حاجة عملتها لنا وما أصرتش معنا في أي حاجة وقدمت كتير لشغلك ولناديك النادي الأهلي طبعاً بشكرك جداً على كل حاجة وربنا يخليك لنا ويبرك لنا في عمرك هتقول ليه بقى لعمر ده عمر اللي بعد أحمد وقاية هو الوسطاني طبعاً الوسطاني عمر واخد صفات كتير مني كتيرة جداً وطيب جداً وحنون برضو واخد صفات من مامته كتيرة تطلعش لهايك كرة كان حارس برضو كان حارس مشكلة أنا كنت متجاوز المدام عندي سلة عشان أنا كنت أصار فكان عندي عقدة فجبت واحدة بتاع السلة فتلعوا كلهم الولاد للأسف كلهم طلعوا المامتهم طب وديتوا التشيرت اللي إنت اللي أبدو بيه في قسك ويقول كيبر لو جاء ما حصرنيش بقى أنا كنت بطل كنت حدهوله طيب مع أنا أحمد هنشوف يقول إيه يا بدر ونرجع تاني نتكلم معا أنا بحكم إن أنا كنت بلعب كرة فكنت بقى تعمل معا الأتنين أنا الوحيد في أولاده اللي تلقيت بقى لعب كرة فأنا كنت بقى تعمل معاي كمدرب وكنت بقى تعمل معاي كأب في البيت فلا بحب الأتنين كانش عنده حتة إن أنا في الملعب ابنه والكلام ده لا خالص بالعكس كان بيبقى معايا أشد مع الناس التانية كلها وأنا عندي 14 سنة هو مشاني من النادي بسبب الموضوع ده يعني هو مشاني قال ليه خلاص انت طول ما انت بتلعب في النادي الأهلي انت هتفضل يقوله بتلعب عشان خاطر أبوك بدر أجب فلا انت تلعب كرة فلا روح نادي تاني وربنا يكرمك وهو ده فعلا اللي حصل روحت المقاولين وكملت في المقاولين ولعبت فريق أول وانت خمصر للشباب وأنا ما تلاتش زي بقى وللأسف أنا طويل فأتلات حارس مرمة بحكم إنه هو أب فبيخاف علينا زيادة عن اللزوم يعني بيبقى هو خوفه علينا عشان هو أب فبيبستريكت معنا عشان خايف علينا بس مش أكتر إحنا قوات ما ببناش فاهمين ده لكن كل ما بنجبر كل ما بنعرف إنه هو صح إيجابيا بقى لا كتير يعني بشوفه جدعنته مع الناس بيساعد الناس كلها القريب قبل الغريب طيب جدا متواضع جدا جدا حب أقوله ربنا يخليك لينا إحنا من غيرك ولا حاجة وربنا يديك الصحة وطلط العمر ويخليك لمصر كمان واتطلع أجيال زي اللي طلعتها تاني وثالث ورابع وربنا يخليك لينا يا رب هتقول إيه لأبو حميد ده أحمد ابن كبير السند بعد ربنا سبحانه وتعالى ربنا يخليهم لك يا ربنا يخليه يبارك فيه ومن الناس اللي بتمنى لهم يعني التوفيق في كل حياته أحمد بالنسبة لي صديقي ربنا يخليه لك يا رب ويخليه أخواته وتفرح بيهم بقى كلهم يا رب يا رب يا رب